أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير وأهلا بكل حضراتكم ونبدأ هذا اليوم بمتابعة المجموعة لأهم وأبرز الأخبار البداية مع افتتاح مسجد السيدة نفيسة وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم يرافق السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند ودكتور مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها هذا لإفتتاح المسجد بعد أعمال التطوير والترميمة أدى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة ركعتين تحية للمسجد خلال الإفتتاح وقال سيادته أن دولة المصرية تنفذ خطة لتطوير القاهرة التاريخية وأن كل ما يتم إجراءه من تطوير في مسجد السيدة نفيسة في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القاهرة التاريخية لنستعيد مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم من إفتتاح مسجد السيدة نفيسة نتحول لخبر آخر وهو خاص بتنصيق الجامعات للمرحلة الأولى في رابع أيامه والذي انطلق يوم السبت الماضي وأعلن دكتور أيمن عشور وزير التعليم العلي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المتقدمين لتنصيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بلغ حتى الآن 82 ألف طالب وطالبة على موقع التنصيق الإلكتروني في هذا السياق أكد وزير التعليم على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنصيق لإستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنصيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات ومن المقرر أن تنتهي أعمال تنصيق المرحلة الأولى غدا الأرجع إلى خبر آخر وكشف رئيس أكاديمية البحث العالمي والتكنولوجيا دكتور محمود سأر عن تفاصيل عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع مع شركاء الصنع شركة ماجر وإيجبت سات أوتو ضمن برنامج نقل وتطوير المنتجات وطعميق التصنيع المحلي والذي أطلقته الأكاديمية في فبراير الماضي من المقرر بعد تسعة أشهر ترح أول سيارة كهربائية محلية الصنع ومركة مصرية في الأسواق يأتي ذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصنع طبقا للمواصفات الوطنية بالتأكيد هذا خبر هام نتحول لخبر آخر من وزارة الإسكان أعلن دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة سيبدأ يوم الأحد المقبل والموافق الثالث عشر من أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر في تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع سكن مصر بمدينة العبور الجديدة ومن المقرر تسليم ثمانية عشر عمارة في أيام محددة وفقا لأيام المعلنة من جهاز المدينة دي كانت مجموعة لأهم وأبرز الأخبار وكنا خالصين أننا نستعرض كل التفاصيل مع حضرتكم انتهت هذه التغطية لكن بتأكيد مستمرون مع حضرتكم على مدار اليوم لمتابعة كل الأخبار وكل المستجدات المحلية والعالمية أبو دائما المعنى على شاشة اليوم سيبا